لك والمبارك العميد لو تكلمنا عن الترتيب والاستعداد لتصعيد إلى عرفة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نرحب في ضيوف الرحمن ونهني المملكة على هذا الشرف العظيم في تقديم أفضل خدمات لقاصدي المشاعر المقدسة وأداء نسكهم وتسعى المملكة بتوجيهات من قيادة الحكيمة إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء النسك بكل يسر وسهولة الحقيقة أنه تصعيد الحجيج من مشعر ميناء إلى مشعر عرفات يأتي ضمن الخطط التشغيلية الميدانية التي تنبثق أساسا من الخطة الاستراتيجية العامة لمنظومة الحج والتي تشارك فيها كافة الجهات ومن هذه الجهات مديرية الأمن العام وما ينطوي تحت مضلتها من قيادة قوات أمن الحج لكل جهة من الجهات خطتها التشغيلية التي تتلاءم مع دورها الرئيس وما يهمنا كتخصص دور الرئيس وإدارة الحشود داخل مشعر ميناء والاستعداد لتصعيد الحجيج من مشعر ميناء إلى مشعر عرفات عبر وسائل النقل سواء المشمولين بالقطارات قطار المشاعر أو النقل الترددي أو النقل العام الحقيقة أنه اليوم لا تخفاكم الأجواء حسما رصد من قبل مندوب الهيئة العامة للأرصاد بمركز القيادة والسيطرة وقام بتمرير هذا البلاغ إلى القيادات الميدانية عن طريق مركز القيادة والسيطرة لأخذ الاستعدادات سواء العاصفة الرملية التي مرت على مشعر عرفات أو مشعر ميناء ولكن الحمد لله كان الأوضاع الطبيعية وضيوف الرحمن في أمن وسلام بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المبذولة من كامل الجهات المتواجدة في المشاعر المقدسة بدأ تصعيد الحجيج من وقت مبكر لهذا اليوم وتقريبا بدأوا عن طريق النقل التردد حيث بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مشعر عرفات إلى هذه الساعة قرابة 385 ألف حاج تفويج الحجاج من مخيماتهم إلى القطار يبدأ الساعة الثامنة حسب التنسيق فيما بين قيادة قوات أمن الحج وقيادة أمن المنشآت المسؤولة عن إدارة الحشود بالتعاوم على هيئة تطوير مكة في قطار المشاعر المقدسة أنه من خلال الأوضاع التي تبلغنا فيها عن الطقس والعواصف الرملية التي أشرنا إليها أنه كان في تأجيل لرحلات القطار كان من المفترض أنها تبدأ الساعة الثامنة وتم تأجيلها لمدة ساعتين حتى تبدأ الساعة العاشرة معدى الحجاج الذين خرجوا من مخيماتهم وبدأوا في التقيد بجداول التفويج لمحطات القطار فيستكمل تفويجهم إلى محطات القطار ثم تصعيدهم إلى مشعر عرفات جميل سيدة العميد يعني لو تكلمنا عن كيف يكون الترتيب والتنظيم بمصعد التصعيد عفواً على عرفة عرفة والوقوف بعرفة وكيف تم إدارة كل الحشود من ضيوف الرحمن وأيضاً القوات المشاركة في تقديم الخدمة الحقيقة أنه إدارة الحشود في المشاعر المقدسة تشارك فيها العديد من الجهات وفق خطة عامة لها استراتيجية موحدة لكل هذه الجهات إدارة تنظيم المشاة في المشاعر المقدسة تبدأ بتهيئة الطرق لقدوم الحجيج من مساكنهم أو من الحرم في صباح اليوم صباح يوم التروية وتوجيههم إلى إسكانهم داخل مشعر ميناء وأيضاً تتضافر جهود تنظيم المشاة مع قوات الطوارئ الخاصة أو أيضاً قوات أمن المنشآت والإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول الحجيج إلى مخيماتهم ثم تبدأ عملية التصعيد إلى مشعر عرفات الحقيقة أنه في هذه المرحلة وتحديداً في هذا اليوم يكون الخطة تبنى على أن الحجيج يتجه من الغرب إلى الشرق من غرب مناء إلى شرق مناء ليتوزعوا من كامل المحاور في داخل المشاعر المقدسة ليتجهوا إلى داخل مخيماتهم الحقيقة أن الزملاء في تنظيم المشاة الميدانين القيادات الميدانية والعناصر الأمنية العاملة معهم يعملون على مكافحة وإزالة الظواهر السلبية مثل الافتراش أو عكس السير والحفاظ على المسار الواحد حتى تكون الطرق ميسرة وتسوعب الكثافات البشرية المتجهة إلى المخيمات ثم تأتي المرحلة الأخرى في عملية خروج الحجاج من مخيماتهم والانتقال إلى مشعر عرفة سواء عن طريق النقل الترددي أو النقل العام أو المشمولين بقطار المشاعر المقدسة جميل لو اتكلمنا عن الطرق تقريبا كم الطرق المؤدية والتي يتواجد فيها عدد القوات من عناصركم كم الأعداد تقريبا بالنسبة لمشعر منها مشعر منها يتبع قيادة تنظيم المشاه بقيادة سعادة اللواء محمد الشريف والذي يتبع لقائد قوات أمن الحج يوجد سبعة عشر ألف رجل أمن ضباطا وأفرادا يعملون على إدارة الحشود في كامل المحاور في مشعر ميناء وفق خطة تشغيلية هذون بس متواجدين في ميناء في مشعر ميناء نعم كإدارة حشود كإدارة حشود إضافة إلى العاملين في منشأة الجمرات من قوات الطوارئ الخاصة لدارة الحشود في منشأة الجمرات أيضا مجموعة كبيرة جدا من قوات أمن المنشآت يديرون الحشود في محطات القطار بالتعاون مع هيئة تطوير مكة والمكلفة بدارة الحشود داخل محطات القطار ومن خارج المحطة وتهيئة الطرق إلى داخل المحطة يتم بالتعاون ما بين قوات أمن المنشآت وقوة تنظيم المنشآت داخل مشعر ميناء الحقيقة أيضا نحب أن نشير إلى أن يعمل في هذا الموسم أسوى بالمواسم السابقة فريق يسمى فريق التفويج أو لجنة التفويج مشكل من عدة جهات بعضوية وزارة الحج والأمن العام بكامل فروعه مرور تنظيم مشاه قوات طواري القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة أيضا قوات أمن المنشآت هيئة تطوير مكة مؤسسات الطوافة يمثلهم الهيئة التنسيقية وأيضا المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل وأمارة العاصمة المقدسة وفريق استشاري من قبل وزارة الحج يعملون على مراقبة تفويج الحجاج من إسكانهم وأيضا تمرير البلاغات ما بين الجهات إلى القيادات الميدانية في حالة وجود ما يستدعي تمرير البلاغ سواء ملاحظات في الطرق أو خروج أفواج دون التقييد بجداول التفويج كمنظومة تنسيقية تعمل على تنسيق الجهود ومتابعة خروج الحشود من مخيماتهم إلى مواقع وسائل النقل سواء ترددي أو نقل عام أو القطارات ممتاز يعني كيف جاءت فكرة فريق التفويج هذه وتشكيلها فريق التفويج بدأ بتوجيه من رئيس لجنة الحج العليا وزير الداخلية نعم بتوجيه من سمو ولي العهد بأن يكون هناك مساعد قائد قوات من الحج للخطط والعمليات المشرف على أمن المسجد الحرام وساحاته قام بتكريمه يستعرض نعم فأيضا في هذا الجانب الجوانب الإنسانية والخدمية التي تقدم عن طريق الجمعيات التطوعية مثل الحشافة وهي أيضا جهات تعتبر من الجهات الرسمية التي تؤدي خدمة فيما يتعلق بالإرشاد خاصة إرشاد التائهين فالحقيقة أنه التعاون فيما بيننا وإياهم تكاملية رجل الأمن له مهمة أساسية وقد ينصرف عن مهمته الأساسية في إرشاد تائه ولكن متى موجد تعاون من رجال الكشافة في أداء هذا الدور تفرغ رجل الأمن المهمة الأساسية في التنظيم وإدارة الحشود وتولى المتطوع أو العضو الكشافة دوره التكاملي في الإرشاد والتوجيه من خلال تدريبهم المكثف والخرائط المتوفرة معهم وهذا يؤدي خدمة سامية في الإرشاد داخل المشاعر المقدسة بالتكامل مع رجل الأمن لأنه الحاجة حيانا عندما يتوه يلجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلى أقرب رجل الأمن رجل الأمن إما أن يرشده وإذا وجد عضو الكشاف هو يتولى الدور في عملية الإرشاد والتوجيه سواء الأول التائهين الضائعين من الأطفال وكذا لأنه عرفت أنه في حضانة تتولى عملية الحضانة كان فيه مشروع ما بين وزارة التعليم ممثلة في دارة تعليم العاصمة المقدسة وما بين وزارة الحج ويقدت عدة اجتماعات لمعالجة موضوع الأطفال وصغار السن في إيجاد حضانات لهم سواء قرب من المشاعر المقدسة أو داخل الفنادق الموجودة كمتطلب أساسي أثناء الإنشاء بحيث أنه نعالج مثل هذه الفئة التي تحتاج إلى عناية ويتفرغ والديه للحج ولا زالت الاجتماعات مستمرة ما بين دارة التعليم وزارة الحج الخروج برؤية عن هذا المشروع ممتاز يعني هو المشروع قائم بشكل بسيط جدا كيف تشوف مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا سواء كافة المواقع هذه كيف استغلالها واستثمارها في إدارة الحشود أولا سؤالك أنا أشكرك عليه أنه سؤال مهم جدا ويخدم المنظومة بصفة كاملية الإعلام هو يعتبر شريك استراتيجي لكل الجهات وهو الناقل للرسالة من الجهات التشغيلية أو الجهات القائمة لخدم الضيوف الرحمن إلا المستفيدين منها سواء كان ضيوف الرحمن أو أفراد مواطني المجتمع الحقيقة أنه ننبع على هذا الموضوع قد تلتقط صورة أو مقطع ويساء استخدامه أو يفهم على غير الصورة الحقيقية المتواجدة ورأينا مثل هذه الأمور كثير جدا قد يلتقط صورة لأحد الظواهر السلبية داخل الحرم أو داخل المشاعر المقدسة ويتم تداولها وهذا تسي إلى ما يقدم لضيوف الرحمن من خدمات وأيضا تفهم على غير واقعها الحقيقي فالمطلوب والمتأمل من كل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن يتأنوا في نقل الرسالة وأن ينظر لها نظرة ورؤية مستقبلية لأثرها صحيح سلبا أو إيجابا نشجع ونؤيد ما يتم نشره عبر الجهات الرسمية كمقاطع تؤدي إلى زيادة الوعي وأيضا تعديل بعض السلوكيات الخاطئة ولكن لا نؤيد تبادل ونقل الصور التي لا يتم التأكد من حقيقتها وواقعها وقد تسي أكثر من أنها تؤثر إيجابا خصوصا الشائعات تطلع بعض الرسائل المتداولة أحيانا وبعض الصور زي ما قلت تسي بشكل كبير لكن إن شاء الله مجتمعنا والقائمين على تقديم الخدمة على درجة عالية من الوعي وأيضا نحن فيه من خلال البرامج والتغطية نتمنى من كل من يتابع وأيضا يتحرد دقة في ما يبث من أخبار أو رسائل أو صور نريد أن نتكلم الآن عن بعض الشاحنات التي تنقل الأغذية وتوزيع الماء هذه الشاحنات الخيرية الأعمال الخيرية التي يقدمونها يبتغون الأجر من خلال ما يقدمونها للضيوف الرحمن الحقيقة أن هذا هو جانبي الجانب الأول تتولى وزارة التجارة وهي المبرادات للبيع تُعطى تصاريح ولها عدة اجتماعات تحدد مواقعها في مشعر عرفات وأيضا في حدود مشعر منها بما لا يؤثر على مسارات الحشود ممتاز يتم تحديد مواقعها ولها عدة اجتماعات مع وزارة التجارة الجهة الثانية وهي لجنة السقايا والرفادة تحت مظلة أمارة منطقة مكة المكرمة نعم ويتم أيضا عقد اجتماع مع كل الجهات التشغيلية بأن تحدد مواقع هذه المبرادات والبرادات الخاصة بالتوزيع الخيري وننبه في هذا الأمر على أنه بعض ضيوف الرحمن يأخذ أكثر من احتياجه أيها وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة العبع على أمارة العاصمة في جهودهم مشكورة في تنظيف المسارات والقيام بدورهم المطلوب منهم ولكن مثل هذه الأمور قد تكون آثارها عليهم وعلى ضيوف الرحمن أثناء التحرك داخل المسارات حقيقة أن هي التطوير مكة بدأت بمشروع أن يكون هناك مواقع ثابتة سواء كانت للبيع أو كانت للتوزيع الخيري وتستبدل البرادات الكبيرة التابعة للجمعيات الخيرية سواء كانت لوزارة التجارة كبيع أو كانت تابعة لإشراف لجنة السقايا والرفادة بأمارة منطقة مكة وكان فيه نموذج حيطبق ويكون فيه أيضا في فريق عمل ميداني سيعمل خلال الموسم في هذا العام إن شاء الله على الوقوف ميدانيا على المواقع المقترحة بما يضمن عدم تأثيرها على حركة الحشوت أيوة يعني تختارون مواقع ثابتة ضد ضد واللي عندها أي مواد غذائية أو مياه يتوجه للموقع هذا وينزلها وبعدها بدورها أو أولا يكون موقع مهيئ بما يليق بتقديم الخدمة للضيوف الرحمن زيح وتحقيق الهدف من وجودها وأيضا بما يضمن إحكام الرقابة الأمنية بما يضمن أمن وسلام الضيوف الرحمن هذا برضو راح لكم أنتم أيضا تلقون منهم ناس مخالفين ما معهم تصريح دخول الحقيقة أنها منضبطة بما يقدم من جميع الجهات في إعطاء التصريح تنسيق مع إدارات المرور مع وزارة الحج بما يضمن أنه لا يدخل المشاعر المقدسة إلا من كان يحمل تصريح ورجال الأمن متشددين في هذا الأمن خدمة للضيوف الرحمن مستبشرين خير بالهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة في إعادة التخطيط الاستراتيجي لكامل منظومة الحج سواء في المشاعر المقدسة أو في مكة بما يتواءم وروية عشرين ثلاثين لاستقبال خمسة وعشرين مليون معتمر وخمسة مليون حاج في العام الواحد ما شاء الله هذه روية عشرين ثلاثين وهناك عدة فرق عمل وممثلين من كل الجهات للخروج برؤية موحدة كروية استراتيجية لمستقبل تطوير المشاعر المقدسة والمكة المكرمة طيب يعني جارية العمل على هذا المشروع أو لمجرد مختراحي هو صدر العمر السامي بإنشاء الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة وكوزارة الداخلية لديها فريق عمل يمثل الوزارة لدى الهيئة الهيئة بدأت خطوات جيدة في أخذ ما لدى الجهات من مشروعات وأيضا فتحت المجال للأفكار التطويرية الاستراتيجية ليكون هناك روية استراتيجية لتطوير كامل منظومة المشاعر المقدسة سواء فيما يتعلق بالسكن أو فيما يتعلق بالنقل أو الخدمات الأخرى المساندة لأداء الخدمة لضيوف الرحمن داخل المشاعر وأيضا الحرم لأنه الربط بين الحرم وما بين المشاعر المقدسة هو أساس لنجاح المنظوم وكذا مؤسسات الطوافة وش دورها؟ مؤسسات الطوافة لها دور فيما يتعلق بإشرافها الآن وزارة الحج هي المشرفة العامة على مؤسسات الطوافة الحجاج ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة تخدمهم مؤسسات الطوافة وهي ست مؤسسات معتمدة لدى وزارة الحج وتمثلها هيئة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطواف حجاج الداخل من المقيمين أو أبناء المملكة لهم مؤسسات وشركات حجاج الداخل ويمثلهم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل قائمين بأعمالهم فيما يتعلق بتقديم الخدمة سواء فيما يتعلق بالعاشة والنقل أو السكن للضيوف الرحمن سواء كانوا تابعين لمؤسسات الطوافة للحجاج من خارج المملكة أو لشركات ومؤسسات حجاجة داخل من داخل المملكة لا زالت قائمة بعمالها تحت إشراف ومضلة وزارة الحج وقائمين بدور كبير في هذا الأمر سواء فيما يتعلق بتقديم الخدمة داخل المخيمات أو في الإسكان داخل مكة المكرمة أو في النقل ما بين مكة إلى المشاعر أو داخل المشاعر المقدسة ما بين ميناء وعرفات للمشمولين بالنقل العام ممتاز طيب سمحت لي بس في النقطة أنه في تكامل ما بين الجهات التشغيلية سواء كانت أمنية أو بقية الجهات الأخرى وما بين مؤسسات الطوافة على سبيل المثال فريق التفويج يوجد أعضاء ممثلين من الهيئة التنسيقية ومن المجلس التنسيقي يعملون مع فريق التفويج داخل كل مؤسسة يوجد مكاتب مكاتب الخدمة الميدانية تؤدي خدمة لعدد محدد في حدود 3000 حاج وفيه مسؤول تدريب مسؤول توعية مسؤول تغذية مسؤول نقل داخل المؤسسات حقيقة المؤسسات لها دور كبير ولها هيكلة قائمين فيها وهم شركة استراتيجية للجهات الأمنية في إدارة الحشود وفيه تعاون قائم فيما بيننا وبينهم مثل ما أشرنا لبرامج التوعية كان فيه تواصل مع مسؤول التدريب والتوعية بحيث أنه نوعي بالظواهر السلبية الموجودة في المشاعر المقدسة ونستعرض بعض الصور ويكون فيه تعليق من مسؤول التدريب أو المسؤول الديني داخل المؤسسة ممتازة الله يعطيكم العافية نبي نتكلم بشكل أوضح شوي ولو أنه السؤال نوعا ما سابق لعوانا لكن نحن نتكلم عن تجارب سابقة في مواسم حج كانت في سنوات الماضية لكن خلنا نطلع لزميلنا فهد السمحان المتواجد في الميدان اللي يطلعنا على آخر ما لديه وأبرز التطورات في منفذ الشميسي إليك فهد السمحان أعلم فيك مساعد والضيفة الكريم وأيضا للزملاء المتواجدين في مشعر ميناء هنا استقرت الأجواء في منفذ الشميسي هناك حركة انسيابية مع وجود قوات الخاصة من الطرق يقومون بدور كبير وجبار داخل المنافذ للدخول إلى مكة المكرمة لحجاج الداخل معي الآن المقدم محمد القرني قائد وحدة المهام وتدخل السريع هنا في منفذ الشميسي نرحبك عبر شاشة السعودية اليوم نشاهد يعني انسيابية في الحركة لكن أبغى أرجع شوي للجو يعني أنتم مسؤولين عن المواقع الترابية هل استغلوها لدخول المخالفين حياكم الله نجدد ترحيبكم من جديد لهذه الليلة العمل مستمر الفرق متوزعة كلهم في اختصاصه وحسب الخطة من يعمل على الطرق الرئيسية ويحكم المنافذ الرئيسية ومن يعمل على الطرق البرية من الزملاء والفرق سواء مراكز الضبط الأمن المواقعة أو فرق التمشيط للتدخل السريع كلهم في موقع أولي الله الحمد والضبط مستمر وتطبيق النظام مستمر ما استغلوها؟ أجواء تغيرها؟ تقصد الأجواء اليوم بالعكس بعضهم احتاج إلى بعض الخدمات الإنسانية من المخالفين وقدمت لهم في حينه واستكمل تطبيق النظام في حقه والله ما شاء الله عليكم يعني صراحة نشوف برضو هنا في المنافذ يعني تقديم خدمات الإنسانية لكبار السن حتى للمخالفين فعلا شكرا لكم على كل ما تقدمونا أتحدث أيضا عن منفذ الشميسي وإنسابيته حديثنا عن المنافذ الأخرى ومتى ينتهي المهام عملكم في المنافذ؟ لجميع المنافذ كما حصرناها وعددناها في اللقاءات السابقة معك أخي فهد كل الزملاء سواء في المسارات أو في السيارة أو في المشاة يعني لضيق الوقت نشكر الله ويقوم بالمسح لازم أي حالة تلاحظ يتم استيقافها التحقق من نظاميتها النظام يقرأ تصريحه من خلال الباركود وتسهل عملية مروره للوصول إلى الهدف وأي مخالف يتم ضبطه في حينه واستكمال تبصيمه وتطبق النظام في حقه الآن من يومين أيضا تم تعزيز البدء في خطة التأكيد على محورية السيل والهدى على السيل والهدى أكدنا والآن عززنا التواصل والتواجد في الموقع لإحكام أي تسرب لمشعر العرفات الصوت والصورة لك زميلي مساعد شكرا لك المقدم محمد القرني شكرا زميلنا فعد السمحان كان متواجد منفذ شميتي شكرا جزيلا لك طبعا بثنا متواصل خلال هذا اليوم من مشعر منه إن شاء الله والزملاء يتوفدون في هذا البرنامج الذي ياصلكم على الهواء مباشرة من بعد بمشيئة الله زميلي مبارك العصيمي لكن حنا وصلنا الختام فترتنا هذه لا يسعني إلا أشكرك جزيل الشكر العميد الدكتور محمد بن عبدالله الزهراني مدير إدارة الحشود شكرا لحضورك معنا والله يعطيكم ألف عافية حياكم الله ونسى الله سبحانه وتعالى أن يسل الضيوف الرحمة دانسكم إن شاء الله بإذن الله نرجو التوفيق لكم جميعا ولكل القطاعات المشاركة في موسم حج هذا اليوم كونوا معنا مشاهدين الكرام زميلي من بعد مبارك العصيمي دمتم بخير إلى اللقاء